قبل ما أكلمكم عن ماتش النهاردة عايز بقى أقلم مع حضراتكم فحاجات كتير قوي 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 من يوم لتنين لحد الوقت هم ثلاثة يام بس بس حصلت يوم كتير بعد ما النادي الأهلي كسب فيرامد وأسوان كسب النادي المنافس وبعد تصدر النادي الأهلي مرة أخرى للقمة منفردة سريخ عويل تهديد وعيد وعيد مطالبات ببعاد حكام ومرأبة فريق أسوان فريق أسوان كله تحت المرأبة هو المدير الفني أيمن عبدالله واحدة اسمه أسفة بعد الماتش لعب سب وشتم الجماهير وقالت لك إيه؟ الجماهير هي لشتمته طب حاول لاعتداء على الحكم هو هو نفس اللاعب هو هو نفس اللاعب كلنا شفنا على الشهد التلفزيون طب شفنا لأكتر من كده اعتداء الجماهير بعد المباراة على الكابتن أمين عمر حكم مباراة بالزجاجات وخروج الحكم في حراسة الشرطة وضرب في وسط حراسة الشرطة وابل من السباب والشتايم كل ده كل ده ليه؟ عشان خسارة مباراة؟ هو حرام أنك تخسر مباراة؟ هو حرام أن أسوان وده من حقه الطبيعي أنه يلعب ويجتهد ويلعب بجدية وبرجولة ويكسب ده حرام؟ كل ده حصل اليومين اللي فاته؟ شفنا الماتش اللي حصل فيه اليومين اللي فاته بقى ما بعد اللي هي التوابع اللي بعد المباراة نحكي بقى مع بعض بالتفصيل شوية شوية طبعاً احنا شفنا الماتش أسوان لعب أفضل مباراة وأسوان من بداية الموسم يمكن ما كانتش ماشية مع الكابتن ربيع عسين إنما عامل فريق مش وحش جي الكابتن أيمن عبدالله كمل ظهر بصورة كويسة المباراة الأخيرة الماتش اللي فات كسب وكان هو الأفضل ويستحق الفوز لكن ده مش عاجب ناس كتير ومنهم المنافس إزاي نخسر تخسر عادي جداً مستوىك وحش لعبت ماتش وحش فريق له ده ما كان أفضل ماتش ما كانش فيه احتواء عادي تخسر طيب هو أنت عملت ليه كل ده عشان أنت متعود لو أنت وحش بتكسب بالاحتواء الاحتواء بيلحقك وده اللي حصل للمسلمين اللي فاتوا ويسكيتنا إنما السنة دي لأ حنقف ليه بقى؟ لأنه هو يعني شايف أن الاحتواء مش موجود بكل قوته اليومين دول لأ هو عايز احتواء أكتر من كده راح يعياته واتهمت للحكم وانت أهلاوي ولجنة الحكام موجهة ولجنة حكام أهلاوية كل ده كل ده عشان تيجي على المنافس وكمان إيه؟ يعني الحكم خد نصيبه إيه؟ ضرب بزجاجة مية وسباب وشتاين بقى بشع الألفاظ وشمعناها كلنا وشفناه هو خارج وسط حرصة الشرطة وكمان مزلة عشان حمايته يعني من ضربه والأزايز اللي جاء له من كل حتة من كل اتجاه وكل ده الناس كلها شايفاه مش بس كده لأ وكابتن الفريق كمان كان رايح للحكم وحاول الاعتداء عليه بعد نهاية المباراة وشده بالعافية علشان ميروحش للحكم والألفاظ والاتهمات وكله كله كان مسموع ما كتفاش بكده بقى كمان كابتن فريق منافس لأ دخل في وصلة شتام وسباب مع الجماهية ونقف هنا بقى وبرضه شاور لهم على الحزاء كل ده وسمعنا مسؤول سمعنا مسؤول من النادي المنافس يقول لك إيه؟ أصلي دي جماهير النادي الأهلي مش جماهير أسوار دي جماهير النادي الأهلي اللي كانت مندسة وهي اللي بتسبب وبتشتم ده احنا ماسمعناش شتيبة من أي حد غير غير من اللعيب إياه من اللعيب إياه وكلنا شفنا كل الناس شافت على الطبيعة وكل الناس شافت الجماهير على الطبيعة كل ده في فيديوهات كمان تاني على القناة الرسمية بتاعت إخواننا طيب القناة دي معمولة أصلا لمهاجمة النادي الأهلي بس بس اللي شفنا بقى على القنوات نفسها في الماتش شفنا اللي اتعمل مع الحاكم شفنا اللي اتعمل مع المراقب زي بالزبط الاعتداء على الحاكم بالضرب بالأزايز وشفنا محاولة كابتن فريب بعد المباراة الاعتداء على طاقم التحكيم كل ده شفناه كل ده تحت عين الحاكم ومراقب المباراة والمفروض عشان حنوقف هنا بس على حاجة برضو تقالت بعد كده المفروض ان الكابتن أمين عمر ومراقب المباراة سجله في تقريرهم كل حاجة وكل حاجة بينا بالفيديو حلو المفروض اللي بعد كده بيحصل ايه لما بتنتهي مباراة الاسبوع بتقعد لجنة المسابقات وتطلع قرارات بناء على اللي شفته في الماتشات لو فيه اي مخالفات اي مشاكل اي شغب وكلنا شفنا لكن للأسف تعالوا بقى نتكلم على القرارات اللي خزلت الجميع نمرة واحد منع 1232 مشجع صلاة النبي حصل 1232 جابوهم ازاي دول زي 1232 حلو الدقة حلوة في الحاجات دي ماشي قالك الدول هيتوقفوا متشهن طيب حضرتك ما شفتش ضرب الحكم بالأزايز غير الشتام والسبب دي حاجة عادية احنا عارفين لأ ما شفتش الحكم هو بيتضرب بالأزايز ما شفتش الحكم وهو بيتهان بعد الماتش هي كرامة كرامة الحكم مش من كرامتكو حماية الحكم من مين من مين حماية الحكم انا عايز اعرف ايه العقوبات دي انا عايز اعرف ايه ضرب الحكم عقوبته ايه كابتن عامر عقوبته ايه يا احمد يا دياب عقوبته ايه يا جمال يا علام عقوبته ايه اتحاد الكرة عقوبة الاعتداء على الحكم من الجمهير ايه ايقاف 1232 دي مش شتاية ده من السب ده ازازات مية اعتداء على الحكم مش اعتداء بالسب لا اعتداء عايزين يضربوا الحكم ده غير اللي حصل من كابتل الفريق في الملعب هي دي حماية اتحاد الكرة للحكمة ولا الاحتواء اتنقل من بعض الحكم للجنة مسابقات واضح برضو ان العقوبات دي تحت بند الاحتواء عشان الاحتواء السنة دي لسه ما دخلش يعني ما خدش حقه شوية مع الفرقة المنافسة قليل شوية فبنعوض شوية بقرات لجنة مسابقات يعني حضرتك بتديهم اوبشن دلوقتي انهم يعملوا اللي هم عايزينه وهاجم التحكيم زي ما انت عايز كده كده في احتواء في القرارات وهي ادي الاحتواء بتاع القرارات ده الاحتواء بتاع القرارات ده ساعتك من اسبوعين عملت عقوبة على جمهور المحلة عشان بس وجهه الفاظ للحكم في نهاية الماتش ماتش فاركو وتم حرمان المحلة من جمهوره تماماً الماتش اللي فان بتاع السلامين كان اللي خسر فيه 3-0 طيب ايش معنى هنا هنا كان فيه شتايم وسب وكمان ضرب للحكم بإزازات ماء وغيرها الله اعلم ومع ذلك خففت العقوبة ايه يا كابتن عامر هو المحلة مش نادي شعبي برضو ولا ايه طبقت اللايحة عليه وعند المنافس خفت خفت امت خففت العقوبة على المنافس على فكرة كابتن عامر حسين قلتها اكتر من مرة صديق وزميل عزيز واعرفه من زمان جدا عشرة عمر يعني ولكن الحق ما قدرش هسكت فيه حتى لو على نفسي حتى لو على ولادي ده جمهور المنافس الماتش اللي فات ماتش الأسوان عمل اكتر من اللي اتعامل في المحلة بمراحل بمراحل ده جمهور محلة كان يدوب بيوجه الفاظ او انتقادات للحكم لكن اللي شوفنا في ماتش الأسوان شيتيما وسب وضرب والحكم يعني ما كانش عارف يخرج من الملعب زي ما يكون بيلعب في حتة تانية في بلد بعيدة عن مصر حتى الأمن نفسه يا عين مش عارفين يخرجوا الرجل لحد القوضة عاملين له مظلة عشان يطلع بالسلامة هو انت كابتن عامل ما شوفتش الماتش هو انتو عندكوا لاحتين يعني واحدة عادية بتطبق على الجميع والتانية بتاعت الاحتواء اللي بتطبق على المنافس بس فين العدالة اللي انتو بتتكلموا عليها فين حماية الحكام انا مش فهم بصراحة يعني انا مش ها هو مين اللي بيحكم انا عايز اعرف مين اللي بيحكم في اتحاد الكرة ده طب وكابتن الفريق اللي احنا شوفناه كلها بعد الماتش بيحاول يتهجم على الحاكم هزن كلنا شوفناه وكان واضح في الفيديوهات كلها وبيحاول يمنعه بالعافية ولا حد جاب صرته طب الكابتن امين عمر ما سجلش اللي حصل معاه ده عشان فيه كلام بعد كده كابتن امين عمر اكيد سجل سواء اللي حصل من الجماهير او اللي حصل من كابتن الفريق المنافس اللي احنا شوفناه لا الكابتن امين عمر الماتش اللي فات ما تعاملش بمبدأ الاحتواء مش ممكن يكون انا عمل كده مش ممكن يكون اقل حاجة غير اللي احنا شوفناه الاحتواء شوفناه من بعض الحكام انما لما يكون قدام الناس كلها في الفيديو سب واشتيمة محاولة اعتداء على الحاكم من الجماهير ومن بعض اللاعبين او من كابتن الفريق كل الناس سيفاء فالوضع الطبيعي ان المرائب وحاكم المباراة كابتن امين عمر حيقول كل حاجة اتعاملت فيه في الملعب لان الناس كلها شايفاه ده ده الوضع الطبيعي وده اللي انا متأكد منه لانه لو عمل غير كده ومعظمش انه عمل غير كده نكمل اتحاد الكرة للأسف هو ولجنة المسابقات بيفراته في حق وكرمة الحكام وبيعرضوهم الفترة اللي جاية لاختور اكتر بقى لان انت مفيش سياسة حسمة مفيش عقوبات واقعية ولكن العقوبات استخدمت تحت بند الاحتواء تحت بند الاحتواء طيب نشوف اللي حصل بقى بعد كده عشان نتأجد من حاجة معينة بس اللي انا قلت لحضراتكم عليها ان الكابتن امين عمر اكيد عمل تقريب بكل اللي حصل بعد قرار لجنة المسابقات كابتن امين عمر كان ليه رد فعل رد فعل واضح جدا واضح جدا من رد الفعل انه سجل في تقريره كل الاحداث اللي حصل وان اللي حصل ده كان يستوجب عقوبات كبيرة جدا 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 على جهاز الفني المنافس او كابتن الفريق اللي حاول لاعتداء عليه ووجه له الفاظ كتير بلاش حكاية الالفاظ بقى احنا عارفينها من زمان والجماهير اللي ضربت الحكم فطبعا الراجل اندهش اندهش من العقوبات لان الناس كلها شايفة اللي حصل وهو كاتب في تقريره ومرامل براكاتب تقريره هو علق في الصفحة بتاعته وقال بعد القرارات ما تاخده قال ايه كلمة واحدة بس قال بس وعلامات تعجب لان التقرير واضح بعد الكلمة دي واضح جدا ان التقرير اللي هو قدمه مكتوب في حاجات كتير جدا لكن ده جه قبل ما تروح لايحة الاحتواء ما هي لايحة الاحتواء هي اللي ماشي المهم بقى ايه اللي حصل للكابتن امين عمر بعد ما كتب بس على صفحته بس قالوا له امسح التعليق وطلع واحد من اللي انتو عارفينهم طلع قال لك ايه ده هيتوقع عليه عقوبة كمان بقى كابتن الفريق وجماهير النادي اللي ضربت وشاتمت وسبت ما تتوقعش عليها قوبات غير اللي هي الـ 1232 واحد مش هيخش هيخش غيرهم بس يعني ناس ثانية غيرهم امين عمر يتعاقب واللي اخطأ ما يتعاقبش ازاي عايز اعرف ازاي وبعدين انت عرفت ازاي بقى بصفتك مسؤول عن النادي المنافس ان التعليق ده على عقوباتك تعرف من انه على عقوباتك دخلت في جوة كابتن امين عمر بلاش اتحاد الكورة كابتن عامر ايه عرفكم ان امين عمر يقصد الكلام دوت يقصد العقوبات دي يا سيدي حتى لو قصد ده اللي اتعامل فيه اهانة لكرامته اهانة لكرامته واحد مصي على ارضه هو كان بيلعب فين وكان بيحاكم فين عايز اعرف فين اللي حصل ده طبخ طبخ مدفوع في القطر والساندوشات برضو اتدفعت هنقول ايه ولا ايه هنقول ايه ولا ايه هرام عليكم اللي بتبينوه في التحكيم بدل ما نحميه نقدمه قربان للمنافس لارضاء المنافس طب ما المنافس المرة الجاية هيعمل اللي هو عايزه يدرب الحكم عادي هيدرب الحكم يطلع مصول من عنده يشتم الحكم ما خلاص احنا عرفنا اللي فيها العقوبة ايه بقى العقوبة ايه اي كلام ما فيش عقوبة يا عقوبة ايه تقرير فيه ولا حد يعرف فين تقرير حتى لو مكتوب التقرير بكل حاجة حصلت ولا جابوا سرطة طب يا كابتن عامر ما تقول لنا الليحة الطبيعية عشان الناس تعرف الليحة الطبيعية عشان الجماهير تعرف احنا عمقوما عارفنا وحفظينها لكننا عايزين نعرفه خلاص سيبك من الليحة دي ابعتولنا الليحة الاحتواء عشان نعرفها برضو هي لايحة الاحتواء دي لنادي معين ولا الكل الاندية واضح انها لنادي معين احتواء في التحكيم لنادي معين احتواء في العقوبات عشان تخدم نادي معين طب دي الليحة مش هي دي الليحة دي الليحة بتاعت الاحتواء طيب وبيت الاندية اخبارها ايه يعني الليحة دي عارفينها متفصلة لنادي باحد بس بس إنما بيت الأندية لا لا إنت جمهورك يضرب والعيبة بتاعته تضرب وتشتم وتضرب الحكام لفظاً وضرباً عادي مفيش مشكلة تعتدي عليهم عادي برضو مفيش مشكلة طيب أي واحد تاني عمل كده برا ما صيره الإقاف ما صيره الإقاف في أي حتة تانية ما شفنا جمهور المحلة تعمل فيه إيه جمهور المحلة عينك بينتقد بس الحاكة كل ده عشان المنافس ليه لايحة خاصة لايحة الاحتواء ما علينا خلينا نكمل في حتة تانية أنا بقى يعني اللي بزعل منه مش بس فز لأ بزعل منه إن أنا أشوف نجوم نجوم في كورة الخدم بتتكلم كلام غريب جداً 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 نجم كاروي واعتز بصدقته وزمالته فترة من الفترات هو عضو مجلس إدارة في نادي المنافسة قال إيه قال أنا من النهاردة حرائب ماتشات نادي أسوان حرائب ماتشات نادي أسوان الظهر النادي أسوان على اليوم أحكام وحشوفهم حيلعبوا بنفس القوة في باقي الممباريات ولا لأ حد يقول كده كمّل قال إيه من النهاردة أنا المرائب وأنا حسجل كل حاجة عن أسوان حسجل كل حاجة عن أسوان يعني إيه هو مش من حق أسوان مش من حق أسوان قلن يكسب مش من حق أسوان إن نلعب رجولة هو أنت بتعجبوا أسوان عشان كسب هو أنت عشان خسرت وخسرت كرة جوا الملعب بتشكك في فريق بيمس المحافظة محترمة فريق مجتهد وبقل الإمكانيات ولو عمل كده في الآله حنقول يستحق المكسب أنت بتعملوا كده ليه مع فرقة أسوان ده الراجل ده الراجل المدير الفني ما قلت إذا كان ربه البيتي الراجل المدير الفني اللي هو الخواجة ده جده راح للايمان عبدالله المدير الفني لأسوان بعد الماتش يقول له بس بقلعبه كده قدام النادي الأهلي ده حتى المدير الفني يعيني جدتوا العدو هو فيه إيه هو ممنوع في ريتك تخسر طب خدوا بالكم يا لعيبة أسوان أنتوا تحت المرأبة لو حد فيكم المشات الجاية عمل فاور ولا تطلع كرة برة ولا تعادلته ولا خسرته خلي بالكم كابتن مصر عامل مرأبة عليكم وبيتوعد هو الحقيقة هو مالش كده بس هو قال لك أنه هو هيحطكه تحت المرأبة يعني إيه تحت المرأبة كل ده عشان خسارة المباراة كل ده عشان خسارة المباراة خلي بالكم فرق كلها خلي بالكم لما تيجوا تلعبوا من رقابة الكابتن الكبير بصراحة اللي حصل بعد ماتش أسوان شيء مؤسف 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 وكارسي سواء في التصرفات المنافس في التشكيك في التحكيم كلام في زمن لعيبة أسوان بصراحة أنا بقول أن الحملة اللي بتتعمل على التحكيم الفترة دي أنا خايف تأثر على بعض الحكام أنا خايف ممكن تأثر على بعض الحكام ممكن أنا خايف ليه لأن إحنا عنينا منها بل كده وبعض الحكام بيخافوا من الضغوط والحملة المعمولة دلوقتي عليهم أنتوا عارفينها كوي بدون سبب بدون بر إنما هم عايزين إيه في الآخر الاحتواء يرجع أنا خايف على الحكام لأن فيه بعض بقول لكم ممكن يتأثروا أنا مش حاول بقى أن أنا خايف في الماتش النهاردة يبقى فيه على الداخلية فيه ضغط حيبقى التحكيم مش عادل مش عايز أقول كده لكن أنا خايف الحكام أو الحكام الفترة الجاية تتأثر باللي حصل ده تتأثر بالضغوط اللي عليها ممكن ممكن روح أقول لك يا عم أنا أكبر دماغي واشتري نفسي مش عايز أعمل قلق ويستخدم إيه سياسة الاحتواء تاني قبل إيه قبل لجنة المسابقات ما تستخدمها قبل المسؤولين في اتحاد الكورة والربطة ما يستخدموها وتعدي زي ما عدت حاجات كتير الغريبة بقى سيدنا من لجنة المسابقات موقف اتحاد الكورة وكأن اتحاد الكورة في بلد تانية خالص بلد تانية خالص وما سمعتش عن حاجة وما شفيتش حاجة خالص لاتكلموا على حماية حكم وكأنهم عجبهم اللي بيحصل مع الحكام ولا حد فيهم اتكلم ما احنا وعدين في بلد واحدة كلنا حد من حضراتكم سمع حد بطلع صرح بحاجة ولا حد قال لا الكلام ده صح لا الكلام ده غلط وفين اتحاد الكورة ده فين اتحاد الكورة فين المسؤولين عن اتحاد الكورة اختفاء تام ولا سمعنا صوت جمال علام رئيس الاتحاد ولا حد من الاعضاء يا كابتن الاتحاد الكورة في بعض الاعضاء نجوم كابتن حازم امام مش حضرتك اللي جايب كلاتنبرج وجايبه عشان يطور ويدافع عن الحكام ويحميهم ولا ايه انا عايز اعرف بس طب انت يا كابتن حازم ما شفتش اللي حصل في الكابتن امين عمر الماتش اللي فات استاذ جمال علام ما شفتش اللي حصل من جم rozm وبعض اللعبين الماتش اللي فات هو مين اللي بيدير الاتحاد مين اللي بيدير الاتحاد انا عايز ده امصيبة سوداء ليكون اللي بياخد القرارات دي كمان وليد العطار ليكون وليد العطار نفسه عدبه اللي بيحصل في الحكام وهو اللي بياخد القرارات وانتم ماشيين ورا ده امصيبة مصيبة لان ده تبع سياسة الاحتواء للنادي معين وانتو ماشيين ماشيين تبع السياسة دي اللي ما سمعنا حد طلع رده ولا تكلم مش فهم هو مين اللي بيحكم الاتحاد عايزة اعرف مين اللي بيحكم الاتحاد هو الاتحاد ده فوادي واحنا فوادي تاني الاتحاد ده مش حاسس باللي بيحصل